موسيقى مشاهدين الكرام سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وتقبل الله صيامكم وقيامكم وأهلا ومرحبا بكم وكل العام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والذي سنبدأ فيه معكم في سلسلتنا الرمضانية وفتحت أبواب الجنان فتحت الجنان برنامج رمضاني يأتيكم يوميا طيلة هذا الشهر الكريم ونقدم فيه عدة مواضيع تهم الصائماء في يومياته الرمضانية يسعدنا أن نرحب في أول حلقاتنا بصاحب الفضيل الشيخ عبدالله الفرجان فأهلا ومرحبا به وكل العام وأنت بخير شيخنا الكريم شيخنا العزيز ونحن في أول أيام هذا الشهر الفضيل كيف يمكن للمؤمن المشتاق أن يستقبل هذا الشهر وهذا الضيف العزيز أولا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أولا ينبغي أن نقدم بمقدمة تبين أو نبين فيها أن الله تبارك وتعالى خلق الأزمان وخلق الأشخاص وخلق الأمكنة واصطفى من كل خلقه صفوة فقد قال تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار فمن الأزمنة الفاضلة التي اختارها الله جل وعلا وضاعف فيها الحسنات شهر رمضان فشهر رمضان من الأزمنة التي خصها الله تبارك وتعالى بزيادة فضل فهو موسم من واسم الخير ووقت من الأوقات التي يجدد فيها المؤمن إيمانه ويزداد فيها قربة لربه تبارك وتعالى فالمسلمون جميعا مأمورون أن يستشعروا هذا المعنى ولا شك أن المقاصد الشريعة في هذه الأبواب ينبغي أن يستحضرها المسلم فالصيام عبادة من العبادات وفرض من الفروض وخصه الله تبارك وتعالى بهذا الزمن فالمسلم ينبغي أن يجهز نفسه ويهيئها لإدراك هذه الفضائل في هذه الأوقات المباركة فمقاصد الصيام عظيمة وأبرزها وأعلاها هو تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى فقد قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات ابن ودفرقان ثم قالت تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالتقوى هي السمة التي ينبغي أو الفائدة والثمر التي ينبغي أن يخرج بها المؤمن في صيامه فيكون صومه سببا من أسباب تحصيلها والتقوى لا شك إنها هي الغاية القصوى والدرة الثمينة التي يسعى الصالحون لتحقيقها فالمسلم في هذه الحياة تتخطفه الشهوات والشبهات فإذا جعل بينه وبينها وقايا يسلم منها وهذه الوقايا هي التقوى فالتقوى يعني بمفهومها العام أن يراك الله تبارك وتعالى حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك والصيام يحقق مثل هذا المعنى فعلى المسلم أن يجهز نفسه يعني لإدراك هذه الفضيلة في هذا الوقت المبارك وهذا من فضل الله تبارك وتعالى العام كله يعني فيه نوع من الاشتغال وكذا لكن فيه مواسم معينة يعني فيها الخير ولا سيما أيضا في رمضان يعني ليلة القدر التي تعدل عبادة ألف شهر فهذه من الأمور أيضا التي قد يأتي الإشارة لها إن شاء الله طيب شيخنا نحن عنوان برنامجنا وفتحة الجنان في ظلال حديث النبيع السلام هذا المعنى مأقوذ من حديث النبيع السلام إذا دخل رمضان أو إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشيطين لعلنا شيخنا ونحن في مطلع هذه السلسلة الرمضانية إن شاء الله يعني تذكر لنا الفوائد التي نستشفها من هذا الحديث النبوي الشريف هذا بين يعني في الحديث أن الله تبارك وتعالى يعني يبرز قيمة هذا الوقت وهو رمضان وفيه يعني أن الله تبارك وتعالى قد يسر على عباده صومه فتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران تفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب كما في الحديث وتغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب وتصفد الشياطين ومردة الجن هذه كلها من باب الترغيب والحث وإعانة الناس لأن الصوم لا شك أنه فيه نوع من المشقة على النفس ويحتاجوا يعني صبرا وحافز فهذه حوافز يعني نبوية للمسلم حتى يزداد يعني اجتهادا في هذا الشهر الفضيل وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وصفضت الشياطين ومردة الجن جاء في رواية الإمام بن خزيما رحمه الله تعالى وصفدت الشياطين ومردة الجن بالوصف لها فالخاص يعني لعل بعض الناس يستشكل هذا المعنى في هذا الحديث فيقول أن الشيطان يعمل حتى في رمضان كثير من الناس يعصي في رمضان كما يعصي في غيره لكن الراجح في معنى هذا الحديث وأن كانت هناك معاني أخرى الراجح أن من يصفضهم مردة الجن ثم قال في الحديث يعني فأو ينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويباغي الشر يقصر ولله عتقاء يعني في هذا الشهر في كل ليلة فهذه كلها محفزات ومرغبات يعني تزيد من همة المسلم في استغلال هذا الشهر وهذا الوقت المبارك نعم على الله بكم شيخنا هناك مسائل تكثر السؤال عنها تسيما في مطلع هذا الشهر الكريم مثلا حكم التهنئة هل هو وارد غير وارد ما أقول لكم في ذلك والله قضية التهنئة بمواسم الخير هناك من أهل العلم أن يراها أنها من باب العادات فلا بأس يعني الإنسان وهني أخاه المسلم بحلول يعني مثل هذا الوقت المبارك والفاضل وهناك من يشدد في هذا المعنى ويقول أن باب التهاني وهذه من الأمور التوقيفية فلهذا لا ينبغي أن يهنئ أو يتوسع فيها لأنه لم يثبت مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهنئ الصحابة بدخول هذا الشهر إلا أن الباب كما ذكرنا باب العادات أوسع وكثير من العلم يرى أنه لا بأس بذلك لأن هذا باب العادات لا تدخله البدعة على الراجح إلا إذا كان نوي به القربة فنية القربة تغيره من باب العادة إلى العبادة وهذا من ضوابط مذكورة في كتب الأصول البدعة طيب شيخنا هل يمكن مثلا أن يخرج تقريب شرعي على قضية التهنية أن يقال هذه من باب البشارة كما جاءت البشارة الآن من يبع السلام للصحابة إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان هل يمكن أن يدخل هذا في يمكن في هذا الحديث إشارة لكن قضية التهنية التي يهنئ الناس بها ألفاظها وكيفيتها هذا هو المعنى المستشكل في قضية التهاني وللعلماء كتبوا في قضية وصول التهاني وتفصيل فيها لكن على كل نقول أن الباب هو أقرب إلى العادات فلا بأس أن يهني الإنسان وخاه بحلول موسم من موسم الخير كما هو الحال في قضية التهنية بالعيد فقد ثبت عن السلف أنه كان يهنئ بعضهم بعضا بالعيد نعم طيب شيخنا لو تحدثنا عن فضل هذا الشهر الكريم وما ورد فيه من نصوص في تحفيز المسلمين لاقتناسه وقد أشرتهم لبعض منها نعم هو الحديث كثيرة في هذا المعنى لكن أبرزها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما وقوله صلى الله عليه وسلم إذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومعنى إيمانا واحتسابا يعني مؤمنا بأن هذا فرض من الله تبارك وتعالى محتسبا للأجر منه لأن بعض الناس لا يستصح بهذه النية كثير من الناس يعني يصوم لأن الناس يصومون وحتى لا يعاب يعني يقولون فلان مفطر بل بعض الناس يشدد في قضية الصوم أكثر من تشديده في باب الصلاة كثير من المسلمين الآن يصوم ولا يصلي والذي يصوم ولا يصلي صومه باطل لأن الصلاة هي العماد الدين وهي صلة بينه فهذا أول ما يحاسب عليه المرأة والباب البحث في قضية تاريخها معروف فالناس الآن يعني كثير منهم يصوم لكن لا يستشعر نية القربة وهذا يعني يفوت عليه الأجر العظيم ومنها هذا المذكور في هذا الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر لهما تقدم من ذنبه لكن من صام رمضان هكذا يعني رأى الناس يفعلون شيئا أو يعني حتى لا يذم أو لا يعاب بين الناس فهذا يفوت عليه هذا الأجر وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه الآن إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت باب الجنان وصفضت يعني باب النيران ولله عتقاء في كل ليلة من ليالي رمضان وهذا فضل عظيم اختص به رمضان وكذلك يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره هذا أيضا في إشارة إلى أن هذا الوقت مبارك وفاضل كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذاكره جبريل عليه السلام بالقرآن في رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجهد ما يكون في رمضان فهذه الأخلاق الفاضلة يعني تنمو وتزيد وتظهر على الإنسان في رمضان أكثر من غيره هذه كلها وغيرها من الأحاديث كلها تشير إلى فضل هذا الوقت المبارك طيب شيخنا على ذكر هذا الوقت المبارك هنا نسأل هل الطاعات والمعاص تتأثر بهذه الأوقات الفاضلة بمعنى أن أجر الطاعة يزيد في أوقات المواسم الخير هذه وأيضا وزر المعصية يزيد ويكبر ويتضاعى نعم هو هذا يعني الحال أيضا في الأوقات المباركة في الأماكن المباركة أيضا يعني الإنسان يعصي الله تبارك وتعالى في مكان يختلف لو عصاه في مثلا مكان يعني فاضل كمسجد أو غيره كذلك الزمان يعني الزمان المبارك والفاضل والتي ضعف الله فيه الحسنات الأمر فيه يعني كذلك فالمعصية في رمضان تزيد المعصية في رمضان يزداد يعني بها الإنسان يعني والعياذ بالله إثما لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفي هذا في موضوع أخلاق الصائم إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم وهذا في الحديث فيه منها العلم يقول يجهر بها الذي يرفث عليه ويفسق عليه ويساب حتى يبين له أن الصائم يختلف عن المفطر ولهذا كان جابر كما صح عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول إذا كان يوم صومك فليكن عليك سكينة وقار فليكن عليك سكينة وقار ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك فهذا فيه إشارة إلى أن الصيام يعني يضفي على صاحبه نوع من الوقار والهيبة وكذلك الإنسان في وقت صومه لا ينبغي إليه يتلبس بالمعاصي والسيئات وما يعني يذم به لأن الإنسان يعني وهو متلبس بالصيام هو متلبس بطاعة عظيمة وأيضا هي من الحديث التي أيضا تورد في معنى أو في فضل الصوم أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث يعني كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي ونجزي به فهذا فيه إشارة أيضا إلى أن الصائم يعني متلبس بعبادة عظيمة ومن العبادة التي خصها الله بنفسه فلا شك أنه كما أنه يعني في هذا الوقت الفاضل تتضاعف الحسنات كذلك أي تتضاعف السيئات وهذا المعنى كما ذكرنا هو أيضا في الأشخاص يعني الإنسان العالم الصالح يعني المعصية منه والخطيئة ليست كذا لو صدرت من غيره وكذلك الحال في المكان والزمان فالله جل وعلا كما ذكرنا وأسلفنا اصطفى من خلقه يعني صفوة سواء من الأشخاص أو الأزمان أو الأمكنة لهذا يقول الشاعر أو هو الساجع يقول إن لله في خلقه خواص أو من خلقه خواص من الأزمنة والأمكنة والأشخاص فهذه أوقات مباركة ينبغي أن تعظم وينبغي الإنسان أن يعني يكون فيها يعني لا يكون فيها مثل غيرها من الأزمان والأمكنة الله بيكم شيخ نطيب المستبشرون في قدوم شهر رمضان صنفان أهل الطاعات وأهل الملهيات كيف يمكن المرء أن يكون من أهل الطاعات ويبتعد عن الصنف الآخر الذين هم أهل الملهيات هذا الحال يعني حال أهل الإيمان والصلاح كان السلف يعني كما جاء هذا في بعض الآثار أنهم كانوا يعني يعدون أنفسهم لرمضان ستة أشهر قبل رمضان يعدون أنفسهم لرمضان وبعد رمضان يعني يسألون الله تبارك وتعالى لي تقبل منهم الصوم ستة أشهر فعامهم كله لرمضان ومعلقة قلوبهم برمضان لأن رمضان موسم خير فمن خسر هذا الموسم من مواسم الخير فهو خاسر مغبون لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحي يقول رغم أنفسهم أدرك رمضان ولم يغفر له فهذا الإنسان يشبهه بموسم أو بموسم من مواسم التجارة تكون في التجارة يعني مفتوحة ورخيصة يأتيه الإنسان يدخل عليه الإنسان الموسم ولا يحصل منه شيء فهذا هو المغبون عند الناس كلهم الإنسان لما تكون البضاعة متوفرة ومتهيئة ومتناول الأيدي فيذهب للسوق ولا يحصل منها شيء هذا مغبون فما بالك بهذا الفضل يعني المبارك في هذا الشهر الفضيل يعني أنت يعني تضاعف لك حسناتك ويعني ترتقي درجات عند الله سبحانه وتعالى وتنال يعني أجر يعني وقت لا يتكرر في العام فالذي يتهيئ وهي نفسه لرمضان ولإدراك موسم الخير هذا هو الإنسان الفائز أما الآخر وهذا حال كثير من الناس ونسأل الله جل وعلا أن يقل المسلمين شر يعني الذين يضعون العثارات أمام يعني استغلال هذه الأوقات الفاضلة وأخص بالذكر أهل الإعلام الآن كثير من القنوات وكثير من الإعلاميين يعني سبب من أسباب عرقلت الناس على الخير على أهل الإعلام وأصحاب القنوات يعني مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى لأن كل ما يقع من تقصير في رمضان ومن تفويت هذا الوقت المبارك على المسلمين بالمسلسلات والبرامج التي تسمى رمضانية وهي في حقيقة الأمر الشيطانية لأن لو كانت رمضانية حقيقة لكانت تحث الناس على الخير وتعلقهم بهذا الشهر وبالقرآن وبتحصيل الدرجات أما أن تصرفهم عن مثل هذا الوقت المبارك ومر عليهم رمضان ولا يحصلون منه خيرا حقيقة الأمر هذه برامج شيطانية وليس برامج رمضانية يقولون برنامج رمضاني وهو ليس رمضاني ليس له من اسمه نصيد هو في حقيقته برنامج شيطاني لأن الشيطان يفرح إذا صد المسلم عن الخير ويعني الأمر حقيقة يعني فيه أمور تفطر القلب يعني لما ينظر الإنسان في حال المسلمين أو حال أهل الإعلام بالذات يعني كثير من أهل الإعلام ينطد رمضان ليبرز أعماله ويجني منها في ظنه أموالا وهذه أموال حقيقة وبال عليه لأن كل من ترك فضيلة في هذا الشهر لا شك أن إثمه يعود على هذا الشخص المعارق للناس على الخير نعم طيب شيخ نزاك الله خير لو رجعنا لسيرة السلفين الصالح في كيفية شهد الهمم واستقبالهم لهذا الشهر المبارك نحن أشرنا لشيء من هذا كما ذكرنا أن السلف كانوا يعدون أفصهم لرمضان وقد كانت أثار كثيرة عن السلف أنهم كانوا يدخل رمضان كانوا يقلون الكلام كما جاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن أقل ما يصوم عنه المرأة هو الطعام فكان قضية الإنسان يصوم عن الغيبة والنميمة وكذلك كان كثير من السلف كان يلزم المسجد كان يتكسب في العام ويأتي رمضان يرتاح فيه يعني يكون أهله في غنى عن المكاسب هذه ويكون قد أغناهم ويتطوع في رمضان بقراءة القرآن و بالعبادة و بالطاعة و قضية السلف كيف كانوا يعني كان أحدهم يعني لما يأتي رمضان يعني يتجهز و يشمر و النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما كانت تدخل على العشر أواخر كان يشمر و يشد مئزره و يكيم ليله يعني و كذلك أيضا يعني كان بعض السلف يذهب إلى متاهب شديدة في قضية أن الإنسان يبتعد عن الغيبة في هذا الشهر فكان بعض السلف يرى أن الغيبة تفطر الصائب حقيقة و هذا ما دبو أن كان ضعيفا لكن الإنسان يلحظ فيه أن كيف كان السلف يعتنون بهذا الوقت و كيف أن السلف كانوا يهذبون أنفسهم و يعني يعودونه على الخير فالإنسان الذي يأتيه رمضان و لا يهذب نفسه فيه و لا يزداد فيه درجة هذا هو محروم حقيقة و حال السلف كما ذكرنا يعني الناظر في حال السلف يعني في هذا الباب يعني يرى شيء الكثير لكن هو قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم و كيف كان يقوم رمضان و الصحابة و كيف أن كثير من السلف كان حتى من الذين يحدثون يعني الناس بالحديث يعني و الطلبة حوله و لما يأتي رمضان يقفون عن التحديث و يشتغلون بقراءة القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص رمضان بالقرآن و الآن صلاة الترويح أيضا يعني الإنسان يحرص عليها حرصا شديدا و يعني لأنها موسم يعني لا يتكرر يعني لا شك أن كثير من الناس يعني لا يكاد يسمع القرآن إلا في الترويح و هذا فيه إشارة يعني حقيقية إلى أن الختم في رمضان شيء مشروع و هذا السلف كانوا عليه و إن كان بعض العلماء قال لا لخالي التزام بالختم فيه شيء لكن الصواب أن ختم القرآن في الترويح و إسمع الناس القرآن هذا شيء له أصل في السنة و حوالي جبريل أنه كان يدارسه القرآن و كذلك الآثار التي وردت و هناك الآثار وردت أن السلف كانوا يحرصون على الختمة في رمضان رزاك الله خير شيخنا طيب نحن وصلنا لاختام الحلقة و لكن نريد أن نختمها بكيفية استثمار المرء لهذا الشهر الكريم بشكل عملي الشكل العملي أنه أولا يحاول أن يلزم نفسه بختمة لنفسه كأقل شيء هذا أقل شيء يخرج به في رمضان فضلا أن الالتزام بقيام رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان من قام رمضان من قام رمضان إيمانا و احتسابا و في رنو ما تقدم من ذنبه لا يفوت عليه صلاة التراويح يقرأ شيء من القرآن يبتعد عن قضية المجالس التي قد تجره إلى الغيبة والنميمة والرفث لا يعني يحاول أن يحافظ على السنن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام كسنة السحور يعني قضية أيضا أن يكون هذا الموسم فرصة له إذا كان من المدخنين فرصة له على ترك الدخان لأن الدخان فيه مضرة عظيمة يعني على نفسه و يعني إجماع إجماع الأطباء هو أيضا من ساعات طوال يكون بدونه يعني ساعات طوال الآن فرصة كثير من الناس يتعلق بالدخان تعلق كبير ولكن لما يأتي الصيام يعني حتى يغير ذلك في مزاجه و يتذرع أنه يعني هذه الساعات ترك فيها الدخان وبالتالي غيرت المزاج لكن هذا كله يعني غير صحيح يعني هذا أمر يعني الآن يعني رمضان فرصة عظيمة لتركه لترك الدخان و كذلك الالتزام في قضية الحديث يعني الإنسان يهذب نفسه فحقيقة رمضان مدرسة يعني في تهذيب النفس و زيادة القرب من الله تبارك وتعالى و تعويدها على قيام الليل في غير رمضان أيضا الالتزام بقراءة القرآن أيضا كذلك يعني الأمور التي لها علاقة يعني بالبدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود أجود الناس و كان أجود ما يكون في رمضان فكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة هذا كان في وصفه فكان بالسلم يزداد بدله في رمضان فهذا أيضا لا يفوته وهذا الكلمة أيضا لأهل الأموال من المسلمين يعني يستشعرون إخوانهم لما يعني يصوم يعني يستشعر به الإنسان الجوع وهذا الجوع يعني في كثير من المسلمين لا يدركون لقمة العيش في غير رمضان فهذا أيضا يعني يحث أهل الخير على يعني استشعار غيرهم وهي صورة من صورة التكافل الاجتماعي بين الناس أزاك الله خير شيخنا الكريم و نفع بكم بهذا مشاهدين الكرام نكونوا قد وصلنا لختام هذه الحلقة حتى نلتقي في يوم جديد من أيام هذا الشهر الكريم لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته